مرحبا بك أستاذ سلامة ربما كيف نقرأ هذه الزيادة الإضافية للغاز وعملات الغاز نحو إيطاليا والتي تبلغ أربعة مليارات متر مكعب كمرحلة أولى خلال بحري هذا الأسبوع شكرا للدعوة دكتور وليد هي قراءة بسيطة إذا قررنا بالأخبار التي وردت منذ أسبوع أو عشرة أيام وتقول أن الجزائر تقهقرت إلى المرتبة الثالثة من حيث الموردين للغاز لإسبانيا وتقدمت عليها روسيا مشتريات روسيا ونعلم أن بين صادرات جوان وصادرات أفريل كانت تقهقر كبير من 9.7 ميجاوات أور هبطنا إلى 7.2 ميجاوات أور وبالتالي أنا لا أستبعد أن ما أصبح إضافيا من جانب الطرف الإسباني يعطى إلى الجانب الإيطالي يعني سمحني على الفرسوية نحن نحن نكافئه بما نستطيع أن نقدمه له في حالة جزائر هذه الظروف الحالكة من أزمة غاز عالمية وهو شارك ودعني أقولها بلغتنا المبسطة الشارك إيطالي يستاهل الوقوف إلى جانبه كما كان دائما إلى جانبنا ربما هذه تدخل في ضمن سلسلة المفاوضات التي تمت بين الجزائر وإيطاليا في الفتارات السابقة سياسة تقاوية كما قال سيد رئيس الجمهورية الند بالند نعم إيطاليا الآن تستفيد من شحنة إضافية لأستاذ جلول السلامة بأربعة مليارات متر مكعب هناك مليارين آخرين ربما بحر هذه نهاية السنة الجارية وفق آخر الزيادات تقول أن حوالي ستة مليارات متر مكعب إضافية إلى إيطاليا في هذه السنة لا تتقد أن ربما هذه الشراكات ستعزز أكثر العلاقة الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا والعلاقة الطاقوية التي قلت عنها أنها موثوقة مثل ما يتحدث الجانبين أستاذ جلول السلامة شكرا دكتور وليد حتى نكون واقيين إذا كنت شريكي وساعدتني في أحلك الأزمات فأنت شريكي المفضل وبالتالي الشراكة الجزائرية الإيطالية ليس لها منحنة إلا منحنة الزيادة والتطور والتوسيع والتعميق وأنا أنتظر كثيرا من الجانب الإيطالي أن يعطي للجزائر حسب ما أعطته من ثقاتها في هذه الأوقات ويرد الجميل كما هو يعرف كيف يرد الجميل ويرد الجميل كذلك ربما هناك كذلك مسألة تصطير الكهرباء إلى إيطاليا هناك العديد من الشركات هي الآن بدأت وانطلقت فعلا بين الجانبين خاصة في المجال الطاقوي ندرك حجم المجال الطاقوي مع الأزمة الأوكرانية أستاذ جلول السلامة شوف دكتور وليد في الوقت الراهن وش كتشفنا الأزمة هذه الأوروبية أزمة الأوكرانية الروسية التي تحولت إلى أزمة طاقية التي تحولت إلى أزمة مالية عالمية والترددات رهي غير زيت وتكبر بيان وش تعلمنا وش هو الدرس اللي خذنا خذنا أن البلد القوي صحيح هو البلد الذي له مصادر طاقة إذا كنت وطنا أو بلدا ولديك ما يكفي من الطاقة فلديك القدرة البوتنسيال إيكوناميك دو كونتوني أفونكشوني راني شفنا في أوروبا بلدان قوية مثل الاقتصاد الألماني في غياب إمداد الطاقة تنهار أمام أعيننا يوما بعد يوم وبالتالي إذا أعتسنا المعادلة ورأينا إلى الواقع الجزائري فالجزائر وإن لم تكن قوية اقتصاديا فلديها القوى الكاملة ما نقوم بلدان دو كنتي لديها قوية الاقتصادية يحتوي على قوية اقتصادية فاعلة هذا ورانا في هذا المنظور هذا علي بيقول لك وانا شخصيا واش ننتظر ان الشريك الايطالي يدخل نحو الجزائر باستثمارات فعالة ويساعد الجزائر في الاقلاع الصناعي المرجوع وها هو بقدرتنا تصدير الغاز لكن بقدرتنا ان نصدره على شكل كهرباء وانت درستك قبلي في الميدان هذا وتعرف انه من السهل تصدير الكهرباء كوابل كهربائية على كوابل من الغاز وبالتالي قدرة ربط ايطاليا بالطاقة الجزائرية اصبحت هائلة والترابط بين الجزائر وايطاليا يجب ان يذهب الى ابعال حدود الممكنة ابعال حدود الممكنة هل ربما ستراجع الدول الاوروبية سياستة فيما يخص المجال الطاقوي مع الازمة الاوكرانية خاصة مع الجزائر الآن الجزائر في موضع قوة لستاذ جلول السلام فيما يخص المفاوضات في مجال الطاقة تحدث عن الغاز وكذلك نحدث عن نفط نعيد نكرر لك نفس المنظور أنا معك هنا حتى نحل الواقع نشوف واشغلات صاري كسكي سباس وطور دونو كالسانوزاتو 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 ووش عندنا من قدرات كيفش نتمكنوا بنا ذلك اكتشفنا ان العالم تخل لولا في ازمة عسكرية تحولت سريعا الى ازمة طاقوية وهي تتحول وتتضخم الى ازمة مالية كبرى اكتشفنا وتعلمنا الدرس ان من يملك الطاقة هو من يملك القوة الفعلية ومن يملك القرار شوف مثلا زيارة الرئيس الامريكي الى السعودية لو رجعنا ستة اشهر ما كان ليتخيل ان يقوم بها اذا الهرولة نحو الدول التي تملك الطاقة هو منظور سليم لان الاقتصاد الحالي يوضح لنا ان من يملك الطاقة هو الفعلي في الاقتصاد هو الفاعل والفعلي في الاقتصاد ولهذا يقولك ان الجزائر حتى وان لم تكن اقتصاد قوي ها هي الفرصة اتية الينا وها نحن يعني افك ديموستراسون بروفالابوي باللي قادرين نصبح قوة فاعلة وندخل للكلوب او مجموعة الـ 25 دولة الاكثر نموين في العشر سنوات القادمة هذا القفزة مطلوبة حاليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر